اشتركوا في القناة لا يمكن ان يكون الاشخاص على شاشة التلفاز غير متوقعين تماما وعليك الاعتراف ان مشاهدة هذه اللحظات المحرجة هي متعة مليئة بالذنب وقبل ان نبدأ الفيديو فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة فهذا يساعدنا كثيرا في المقطع الاول انزلق مدن في حفل توزيع جوائز بريت اثناء حفل توزيع جائزة بريت لعام 2015 انزلقت مدن خلال الاداء المساقية ثم حاولت فكر ردائها الثقيل قبل ان يقم اثنان من المؤديين بازالته ولكن تحولت الربط الى عقدة وبعد ذلك انزلقت المغنية الى اسفل مع ردائها ثم اخذت عدد ثواني لكي تستجمع قواها قبل الاستمرار في الغناء في المقطع الثاني ادخلت هذه الضيفة قنفذا ضخما معها وضعته فوق الطاولة فارتعبت المذيعة والباقون من ذلك فقد كان شكله غريبا اضافة الى ان هذا لم يكن متوقع اطلاقا في المقطع الثالث الممر المتحرك نعم سقوط اخر في حين ان الضحك على مصائب الاخرين قد يبدو امرا سيئا فيجب علي ان ابرر ذلك بقول اليس هذا هو الهدف من برامج التلفاز الواقعية قررت طير المراوغة ان تعبث مع بناتها مرة اخرى نعم مرة اخرى بجعلهم يمشين على ممر مرعب وفي هذه المرة كان الممر به بندول متأرجح لم يكن مفاجأة ان تسقط عارضة الازياء البائسة اليكزاندرا من على الممر وليست مرة واحدة وانما لمرتين وكسر ساقها وكبرياؤها في هذا العرض في المقطع الرابع وعندما بلغت مراسلة برنامج تودي في تقديم حجم الفيضان فيما يتعلق بالفيضان الذي حدث في وايان نيوجيرسي حاولت احدى مراسلات برنامج تودي ان تكون درامية او مرحة عندما عرضت التقرير الخاص بها في زوراق ولكن يأتي الجزء الغريب عندما يظهر رجلان يمران بجانبها ويكشفان ان المياه كانت على عمق نصف قدم وقال ماتلوير مازحا هناك جزء غريب من الفيديو هناك يا ميشيل لا مزاح في المقطع الخامس كان يتحدث هذا السيد للصحافة في استجواب حتى فجأة سقط كس على وجهه فحاول الصحفي مساعدة ولكن المشهد كان مضحقا في المقطع السادس بينما تقدم هذه الصحفيات النشر الجوية بشكل طبيعي ظهر صرصور على الشاشة فخافت بشكل هستيري وهربت بينما البرنامج مستمر على الهواء مباشرة ولكنها سرعا ما تداركت الامر ورجعت لتكمل النشرة في المقطع السابع كانت تنقي اظافرها حتى فجأة المصور انها قد بدأ الباث فقفزت بشكل مضحك في المقطع الثامن كان يصور الرجل البدين المباراة حتى سدد احد اللاعبين الكرة فاصاب الرجل في منطقته الحساسة مباشرة مما ادى لسخوطه في المقطع التاسع كان الصحفي يستجوب هذا السيد حتى بدأ بالسفزاز ولكن السيد لم يتمالك اعصابه فصفعه على وجهه بقوة في المقطع العاشر يحاول هذا الصحفي الوقوف بينما تشد الرياح العادية ولكن في لحظة يتضح ان بعض المرة وراءه يمرون بشكل عادي مما يوضح ان هذا مجرد تمثيلية ونشرة كاذبة في المقطع الحدي عشر بشكل طبيعي كانت المذيعة تقدم برنامجها حتى سقطت عليها احدى المعدات من الاعلى وبشكل غريب المقطع الثاني عشر والاخير يجب على هذه البطلة قياس وزنها قبل ولكن لفعل هذا يجب ان تنزع ملابسها وان تضغط فقط باحدى الاعلام مما ادى الى احراجها بشكل كبير ولا يصدق شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة